الدين اللي بيقول إن أنا تقتل لما أخرج قصاد حاكم ظالم ومجرم ومستبد وفاسد وحرامي فيه كل العبر طب ونأمن بهذا الدين ليه؟ أنت تعلم إن في أحد المبشرين في أحد القنوات فتح الموضوع ده أصدر من عشرين مرة ولا واحد منكم تفضلي تهمين إن الأظهر ما أصدر إنه ما بيرتش على الذكرية؟ معقولة ده في مرحب جمال كل المبادئ بتاعت الدمقراطية كفر بالله بعدين ما تعبش يقتل برضو ولشان كده في كثير من الناس بترتد عن دين الإسلام في السنوات الأخير زكريا بوتوس عامل لك عقدي نفسي أوين ده أنا جا أقول لك لو شفته أقبل إيد أتحدى لو استطاع أن يرد على ما يقال عن الإسلام لا أستاذ ما يقدر يرد ولا غيره يودع دين الإسلامي أنا خرج منه أطلع مرحبا بكم أيها الأحبة المشاهدين في حلقة لثمية وثمانية من برنامج معرفة الحق على الهواء مباشرة من قناة الفادي الفضائية ومعنا أبونا القمص زكريا بطرس سلام المسيح معك أبونا ومعك يا صباح شرفتين وبرح بجميع الأحباء المشاهدين في كل مكان أهلا وسهلا بكم ممكن أبونا ترفعنا بصلاة في بداية البرنامج أمين بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين يا محبا مات عن جنس البشر ويا من أشرقت بالنور في قلوب الجميع ليعرفوك ويعرفوا خلاصك ومحبتك ونعمتك ولكن بقي هناك القطاع الكبير سيد الذي لم يبصرك ولم يعرفك ولم يعرف مدى محبتك ونعمتك وخلاصك لهذا قد أسلموا أنفسهم للشيطان ويعيشون في الأرض فسادا لكن يا سيد نسألك بحنانك وحبك ونعمتك أنك تخلص هؤلاء الناس رب لأنهم خلقت يديك وغليين على قلبك مهما كانت أفعالهم شريرة لكنك تستطيع أن تخلص إلى التمام السيد باركنا رب وبارك جلستنا وبارك الكلمات التي سوف ننطق بها ممسوحة بالروح القدس لتهتب الثمر المتكاثر لحساب مجد اسمك القدوس وخير النفوس السامعة والقابلة نطلب هذا في اسم يسوع المسيح ولك كل الميد آمين آمين ممكن أبونا تذكرنا شنو كان موضوع الحلقة السابقة نعم ممكن تذكرنا شنو كان موضوع الحلقة السابقة قبل ما نخش في المراضيع كلها آم أحب أعلق على المأساة التي حثت في أرض مصر في وضح النهار آمين أعوان الشياطين وما أكثرهم من السميين والإخوان المسلمين والسلفيين وإلى آخر طابور الضالين والمضللين حادثة استشهاد أخينا أخينا وأبونا القص سمعان شحاته راعي كنيسة الفشل في وضح النهار تمتد إليه يد الغدر وترديه قتيلا لا بل تنقله شهيدا إلى الأمجاد السماوية في فردوس النعيم نعزي الكنيسة في فراقنا لروحه ولكن أقول للجميع سواء كانوا مؤمنين أو كانوا أتباع الشياطين أقول للجميع أن الكنيسة بما فيها من كهنة قادة وخدام وحتى مؤمنين عاديين أقول لهم تشبيه بسيط أوي عشان يبقوا عارفين زي ما فيه جيش مكون من ألوية هم أبناء الشعب جيش لكي ينفزوا خطة الأمن والأمان ليعيش الوطن في سلام وهؤلاء الذين في الجيش قد تجندوا وهم حاملين شعارا مشروع شهيد الكل مستعد للشهادة وكم نسمع من شهداء في الجيش هنا وهناك وأيضا في الشرطة مشروع شهيد منذ أن لبس هذا الزي بتاع الأمن سواء كان في البوليس أو في الجيش أول ما بيلبس ده بيلبس شعار مشروع شهيد أحب أقول لكل الذين يعرفون ولا يعرفون أن الكنيسة بكل رتبها إذ لبست زي الإيمان لبست معه شعار مشروع شهيد يشهد على ذلك الأعداد الغفيرة على مر الزمن من الشهداء في عهد اليهود في عهد الرومانيين في عهد العرب الأجلاف في كل العهود والعصور ونحن لا نحزن على ذلك هل يحزن الجيش على استشهاد قادته ورجاله لا إنها بطولة ويتقدم الأكثرون أيضا إلى الميدان لأنالوا هذا الشرف الكنيسة هذا شعرها نحن موجودون أصلا للشهادة سواء الشهادة بالكلام أو الشهادة بالدماء نحن شهود وشهداء ولا نحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم ومش حنعمل مناحة قد قتل واحد مننا مش حنعملها مناحة مش ده هدفنا نحن نعلم أنه في المالك في فردوس النعيم مع الأرواح المنتظرة كما أننا سوف لا نستخدمها للاحتجاج على ما يحدث في مصر وعلى عمل الجماعات الإسلامية والإخوان والسلفيين والسنيين وغيرهم ونتشكى هنا وهناك ونرفع شكوانا إلى الجهات الأمنية العليا ولا العالمية أيضا ليس هذا موضوعنا على الأقل في قناة الفادي الفضائية لا شيء يلهينا أو يجذبنا بعيدا عن هدفنا وهو خلاص النفوس نحن نطوب روح أبينا الذي نال إكليل الشهادة ونقول عقبلنا ونحن لا نبكي مع الباكين ولكن نعزي المحزنين ثم نلتفت إذا هدفنا هدفنا هو رسالة والكرازة برسالة الملكوت إلى النفوس العمياء والجاهلة وأسرى إبليس خاصة من إخوانا المسلمين الضالين والمضللين المخدوعين والخادعين حتى ينال خلاصا عظيما هذا مقداره وينال حياة أبديا مع الذين ينالونها عزاء للكنيسة كلها وحماسا لكل الشهداء أو الشهود لينال إخليل الشهادة أما الآن فنعود إلى هدفنا ولا نحيد عنه خلاصا نفس البشرية خاصة أحبانا المسلمين هنا سألتيني عن الموضوع الذي تكلمنا عنه إحنا تكلمنا لتزليل الشبهات والشكوك في المسيحية من ناحية الثالوث من ناحية تجسد الله في الإنسان يسوع المسيح من ناحية الصليب اتكلمنا عن النواحد وكلا باقي إحنا بنتكلم عن تزليل الشكوك من ناحية الكتاب المقدس يقولون أنه محرف ونحن نرد في حلقاتنا من أجل خلاص نفسهم حتى يعرفوا الكتاب المقدس وأنه طريق الله للخلاص فلا يتشككوا في صحتهم فكنا بنتكلم عن هذا الموضوع في حلقتنا الأولى في هذا الأمر طيب أبونا هناك آيات قرآنية تتهم الكتاب المقدس بالتحريف فما هاي هي الآيات دا كيران سليم وبدأ بيجرنا إلى موضوع النهاردة اللي حتكلم فيه بمشيئة الرب عن حل الكتاب المقدس محرف وفي هذه الحلقة وما يليها من حلقات بحسب مشيئة الرب سوف نتعرض لهذا الأمر وسؤالك عن الآيات اللي بتشكك في صحة الكتاب المقدس الحقيقة هناك أربع آيات لا أكثر ولا أقل في القرآن سنكتفي بها حاليا وحعرضها إزاي بتشكك في صحة الكتاب المقدس وحنرد عليها هل دي بتشكك ولا لأ عشان أحب أنا يفهمه مشكلة المسلمين إنهم ماشيين وراء ألوله ألوله مببوط ألوله أجيب لكم عاد الإمام يغنلكوا ألوله ولا نعمل لكم إيه بس عشان تفهمهم الشيوخ يقولوا إيه الكتاب محرف والقرآن يقول أنه محرف طب تعالى للقرآن ونشوف إزاي بيقول إنه محرف ونشوف أكذيب شو يخكم وإدعاءاتهم البطلة أول آية في سورة البقرة آية 75 بتقول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أدي الآية بيتقول كده أدي أول آية أنا حلم الآيات كلها الأول وبعدها نتكلم على كل واحدة لحدا الآية التانية في سورة النساء آية 46 من الذين هادوا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا طبعا آية مشبكة وملبكة ولا أعتقد أن المسلمين غالبيتهم يفهموا معنى هذا الكلام ولما يقولوا لهم طب شوفوا في التفسير يقولوا الله الغني عنها لأن التفسير بدخلنا فيه توهان لكن هنبسط لكم الأمور أنا شغلانتي هنا ربنا بعثني لكم عشان أمسك الأمور العويصة صعبة الفهم وربنا بيديني نعمة أن أنا أبسطها لرجل الشارع وللطفل الصغير يفهمها دي نعمة نعند ربنا فنستغلها بمشيات الرب حنقل الآية الثالثة قبل ما أشرح الحاجات دي كلها في سورة المائدة آية 13 يقول يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ماشي؟ ماشي؟ طيب الآية الرابعة في سورة المائدة يا وحضر بايد ومن الذين هادوا ومن خد بلك ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه دي لت الأربع آيات اللي موجودة في القرآن فيها كلمة يحرفون الكلم عن مواضعه واضح قدسك تفضلت في الحلقة السابقة بالشرح الآية الأولى فهل ممكن تشرحنا الآية الثانية اليوم؟ اه احنا شرحنا عشان ما كانش فيه وقت عندنا نشرح كل الآيات فكتفينا بشرح الآية الأولى واللي عايز يعرفها يرجع للحلقة بتاعت اللي فات جميل ماشي خلينا في الآية الثانية بتاعت النهاردة وهي سورة النساء آية الستة وأربعين بتقول ايه؟ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا بصرف النظر عن نبي بيلعن وبعدين إزاي القرآن اللي هو كلام ربنا الكلام ربنا ربنا يقول لعناهم الله الله لا 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 هو مين اللي بيقول لعناهم الله طب ما يقول لعنهم أنا أسكن هو اللي أنا اللي أوحى بالكلام صح لكن عشان تفهموا ده كلام محمد كلام محمد لعناهم الله من القائل قائل محمد يبقى من اللي أوحى بالقرآن شيخ محمد سيبك من الحتة دي مش موضوعنا الليلة لكن اللي أنا عايز أتكلم عليه بيقول في القول بتاحهم من الذين هادوا يعني إيه نلاحظ أنه لم يقل من النصارى بل من الذين هادوا طبعا أنا بتحدك المعتاد أن حد يجب لي آية من القرآن تقول أن النصارى حرفوا الكتاب المقدس يعني الإنجيل ما فيش ماشيش لكل الآيات تنسب التحريف إلى اليهود وبعدين يقول لكيه في الكلام اللي بيتقال هنا من الذين هادوا من الذين هادوا يعني بعض من الذين هادوا ما قالش كل الذين هادوا ما قالش اليهود يحرفون لا من من الذين هادوا يعني في البعض التاني ما حرفش صح فهمين الحتة دي ولا لا أهم أظن مش هجيبش أكوش أعلم بقى بيه بصراحة يعني إحنا بس بنشير كده للذين يريدون أن يفهموا لكن اللي أقولهم جبسة ده موضوع تاني مش موضوع نحن إذن يتكلمون عن التحريف هنا بعض من اليهود بيحرفوا بيحرفوا إيه التنزيل لا طبعا بيحرفوا التأويل وهو التحريف في التفسير وليس في التنزيل لا وهذا واضح في الآية والآيتين السابقة اللي احنا نكلمنا عنه نمسك بقى سورة النساء 46 سورة النساء 46 من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه في سورة الميدة 41 لسه من الذين هادوا وسورة النساء التحريف ينسب إلى جماعة من اليهود اسم فريق منهم وليس جميعهم فإذن غالبية اليهود يؤمنون بالكتاب المقدس ولكن بعض منهم يحرفون الفهم والتأويل والتفسير وليس التنزيل ماشي واضح طيب ما هو تفسير الفقهاء المسلمين للتعبير يحرفون الكلم عن مواضعه يحرفون الكلم عن مواضعه شون التفسير نشوف بعض المفسرين من الأئمة الكبار الإمام البيضاوي قال في تفسيره عن مواضعه وهو تفسير البيضاوي جزء 2 وصفحة 196 دار النشرة دار الفكر ببيروت يقول إيه من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها وضعها الله فيها ويؤولونه على ما يشتهون يؤولونه يعني يفسرونه على ما يشتهون فيميلونه ويؤولونه عما أنزل الله فيه ده من البيضاوي بيضاوي يؤولونه يفسرونه وفي كتاب تفسير القرآن للأستاذ عبدالله يوسف جزء 2 صفحة 1200 وده ترجمة تفسير القرآن إلى اللغة الإنجليزية وفي مطبوع في أمريكا يقول هي وقد سمى القرآن الكريم هذا ليا بألسنتهم ومعناها يغيرون نطق الألفاظ يلوي لسانه يعني بحسب لغتهم العبرية بفصر أي أن الكتاب المقدس يقول الآية واليهود يصيغوها ليا بألسنتهم فيغيرون لفظ راعنا بدلا من معناه الحقيقي إرعانا يا رب إلى رعننا أي يا راعن وهذه شتيمة صح يبا إذن التركيز على أن الناس بيأخذوا الكلمات ويغيروها بالسنة فتدي معنى تاني صح قادي مفسرين مسلمين مش تغير في التنزيل مش فعل الوحي لكن في التفسير والتأويل نأتي إلى مفسر آخر وإمام كبير هو الإمام الرازي بيقول في ضحى الإسلام صفحة 246 بتاع الأستاذ أحمد أمين واقتبس أقوال الرازي بيقول الإمام الكتاب المنقول بالتواتر بالتواتر يعني بالتكرار أي من جيل إلى جيل بالتسليم شوف الكلام اللي جاي لا يتأتى فيه تغيير الألفاظ وهذا ينفي فكرة التحريف أي الألفاظ لم تتغير اللفظ زي ما هو بس المعنى بيتغير ونلاحظ أنه لا يوجد تحريف في نص القرآن إطلاقا فهذا غير ممكن أقضي نص الكتاب المقدس إطلاقا لا يمكن أنه يتحرف كلام والله ما بيتحرفش واضح طيب ماذا قال الفقهاء في تفسير الآية الثالثة الآية الثالثة اللي هي بتقول إيه بقى اللي هي من سورة المائدة آية 13 تقول يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به تفسير إيه إحنا ما بنشرحش ما بنفساش بس بنجيب المفسرين قالوا إيه يشرح الإمام الرازي هذا الكلام في كتاب التفسير الكبير وأو مفاتيح الغيب جزء عشرة آية صفحة 95 والموالف فقر الدين الرازي نشر دار الكتب العلمية بيروت في الطبعة الأولى قول إيه بقى قائلا المراد بالتحريف هو المراد بالتحريف هو ها القاء الشبهة الباطلة الشبهة الباطلة والتأويلات الفاسدة وصرف اللفظ عن معناه الحق إلى معنى باطل اللفظ يفسروا بمعنى باطل بوجوه الحيل اللفظية كما يفعله أهل البدعة في زماننا في الإسلام في بدعة صح فبيحرفوا كلام القرآن بيحرفوا المعنى هذا بالآيات المخالفة لمذاهبهم وهذا هو الأصح ده أصح تفسيري واضح إنهم بيغيروا الألفظ وتأتي أيضا إلى تفسير مقاتل ابن سليمان جزء واحد وصفحة 288 نشر دار الكتب العلمية بيروت الطبع الأولى بيقول ليه بيقول يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يعني التوراه أخفوا أمر الرجم هاينا بقى دي المشكل أصلا المشكل الأساسي اللي بيخليهم يقولوا تحريف تحريف واللي محمد قال عنه تحريف هي دي القضية هنشرح إذا القرآن يفسر التحريف في الآية هو إخفاء أجزاء من الكتاب وهي موجودة ولكن يخفيها وهذا تأكيد على عدم تغيير نص الكتاب المقصص صح واضح تغيير 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 المعنى وهم بيفسروا بيغيروا وفي مشكلة أساسية هتكلم عنها سبب كلام التحريف ده كله جميل طيب ماذا قالوا عن الآية الرابعة اللي اللي تتحدث عن التحريف أيو دي الآية دي في سورة المائدة آية 41 مائدة آية 41 بتقول من الذين سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك هنا في مشكلة طبعا القرق العادي مش بفهماش صح وبمر عليها مرة كرام لكن لا اربط وافهم وتعقل هنوريك الموضوع ايه فدولة الناس اللي نقلوا كلام عن كلام مجوك وما كانوش موجودين وياك ناس ما كانوش موجودين آه يحرفون الكلام فإن لم تأتوه فحضروه فما معنى هذا الكلام ايه المعنى ايه معنى شوف القصة بقى ايه جاء في تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم جزء واحد وصفعة 413 هم القصة جمع دول اللي هم من اليهود هم قوم خيبر طبعا اكتاب ده نشر در الفكر في بيروت قوم خيبر يهود خيبر مالهم ذلك أن رجلا وامرأة من يهود خيبر زنايا فكرهوا رجمهما لأن التوراة بتقول اللي بيزني يترجم لكن هم مرضوش يرجموهم يظهر ناس كانوا عندهم فلوس كتير قلهم ايادي بيضاء على الكل فكتبوا الى يهود بني قريزة اللي هم في المدينة قريبين منهم من محمد أن يذهبوا بهما الى رسول الله خدوا بالكم القصة الاصلية افهموا وعووا خدوا بالكم كل المواضيع لها أسباب نزول زي ما بيقولوا يعني منزل من عمد ربنا لكن أسباب نزول من عقل محمد يعني أن يذهبوا بهم الى رسول الله فإن حكم بالجلد رضوا عنه يعني خفف الحكم من الرجم للجلد للجلد يعني آه يبقى مظبوط لأن محمد يعني قال على البيوشياء الحاجات يجلدوهم رضوا عنه بحكمه وإن حكم بحكمه وإن حكم بالرجم لم يقبلوا منه يبقى رايحين يتمحكوا فيه كحاكم أنه بدل ما يؤمر بالرجم يؤمر بالجلد ويسيبوه إبقى وصل اللي ما عايزينه أدي أساس القصة أدي أساس القصة المهم فجاءوا إلى رسول الله وذكروا له أن رجلا وامرأة زنيا فقال الأمر رسول الله ما تجدون في الطورة في شأن الرجم عندكم في الطورة في شايف القصة مشي ازاي فقالوا يحم من ويجلدان يعني تسود وجوه هما بش آه هو دل في الطورة شو بقى فقال عبد الله بن السلام من الصحابة كذبتم إن فيها آية الراجم يا مكرين فأتوا بالطورة هاتوا التورة ونيراها فأتوا بها فنشروها فتعوها فوضع أحدهم يهودي يده على آية الرجم خباها من الكتاب فقرأ ما قبلها وما بعدها ناصح يهودي عفريت يعني النصه جيء من خبي خبي إيده الحتة اللي بتقول فيها الرجم وأرى اللي أبلها وأرى اللي بعدها قال له عبد الله بن السلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم كانت تحت إيده فقالوا صدق عبد الله بن السلام يا محمد فيها آية الرجم طبعا محمد ما بقراش عبري لكن اللي حواليه كان بقراش عبري فقالونه إن محمد بن سلام صادق وفيها آية الرجم ها عمله محمد فأمر بها رسول الله فرجم شفت بها وده ما يقصده بالزبط محمد من آيات التحريف اللي قالها آيات تحريف صح تحريف خارج عن النص الكتابي إن هما بيخبوا حاجات بيبقوا عارفين الحاجة ويدروها ويرروح حاجة إلى آخر واضح طيب أبونا عندك تعليق في نهاية هذا الموضوع أنا كلمت النهاردة عن الأربع آيات القرآنية اللي يدعون إنها أدلة على تحريف الكتاب المقدس وثبت لنا في هذه الحلقة أنها آيات تتهم أحبار اليهود بتفسير آيات التوراة تفسير بعيد عن معناها الأصل وإخفاء الآيات لأغراض شخصية لكن الآيات موجودة وأن هذا التغيير لا يمس لا من قريب ولا من بعيد آيات الوحي والتنزيل الذي لا يستطيع أحد أن يغيره بشهد القرآن بشهد القرآن وأنا حجيب بعض الآيات اللي بتبرحنا على كده شوفي جميل في سورة الأنعام آية 34 لا مبدل لكلمات الله واضح هو مش التوراة من كلام ربنا أوحى به إلى موسى آتينا موسى الكتاب مضبوط يعني من كلامه وكلامه لا مبدل له ولا يا حضرات مدفوق بقى وفي سورة الأنعام 115 لا مبدل لكلماته فيش تبديل وفي سورة الكهف 27 لا مبدل لكلماته التأكيد وفي سورة يونس 64 لا تبديل لكلمات الله طب ترجع تجذبه وتقوله لا كلام ربنا تغير وتبدل يا ناس خليكوا عقلين يا ناس يا ناس خليكوا عقلين يا ناس افهموا ما تبقواش هبل اللي بيقول لا مبدل لكلماته أما يبدل كلامه ولا يحفظه من الكهف من التبديل أليست هذه أدلة دامغة على صحة الكتاب المقدس كيف ولسه 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 أدلة أكتر وأكتر وأكتر سنتكلم عنها فيما بعد لأن الوقت ده همنا وإن شاء الله للموضوع بقيء في الحلقات القادمة فقط أريد من كل باحث عن الحق أن يفكر في هذه الأمور التي قلناها مش بس كده ويطلب من الله الخالق للجميع يقول له ارشدني يا رب إلى طريق الحق من أجل خلاص نفسية احنا مش بنعمل حاجة احنا عايزين خلاص نفسك عايزينك تخلص من اللي انت فيه من المصير المظلم من القبر وعذابه من جهنم والسعير لتتمتع بخلاص المسيح اللي مستعد أنه يده لك مجانا لو طلبته تأخذه لأنه هدية للجميع أمين يا رب من فضلك نور العقول والقلوب فهم الكل يا رب ايه الحقيقة فين عشان يطلبوك ويعيشوا في سلام وامان بدل يد الغدر والقتل لكل ما هو حق ولشهود الحق في هذا العالم كل ما يبلكوا أنه هما يغدروا بالشهود عشان يطفوا الأنوار ويقولوا ما الدنيا ظلمة لا أحسنت تظل الأدوار الأنوار مضيئة وستظل الأدوار الساطعة بشمس محبة الله ونعمته وخلاصه ياريتك ما تحرمش نفسك من خلاص المسيح أمين أمين بس حبيت أضيف شي بسيط ولا أنت يا أبو يعني غطيت الطريقة جميلة جدا وربي بارك تعب محبتك بس أسئلة أريد أطرحها عليك وعليك أنت يا أختي المسلمة وعلى أي باحث يحب يبحث عن الحق لو هو فعلا تغير شنو الهدف من عنده ممكن أنه ناخده من الجانب الله خلينا ناخد الموضوع من الجانبين نيش يقولون تغير هل ممكن لين خايفين من عنده هل ممكن لين هو صح فإذا واحد عنده شركة خلينا نفكر بيها منطقيا واحد عنده شركة ويخاف على شركته وميرت شركته تخسر فيحاول يروح يكسر بالشركات البقية على ما شركته تربح فممكن هي هي شي دعوة للبحث وأكو تعليم واضح جدا بالكتاب المقدس يقول إذا تغيرت حرف أو كلمة من الكتاب المقدس يحذف الاسم من سفر الحياة معنى يحذف اسمه من سفر الحياة يعني يفقد خلاصة يفقد الجنة اللي تسمى بالاسلام اللي احنا هي عدنا السمة يفقد خلاصة فهذا شي واضح وتعليم واضح وكل من مسؤول عليه هذا مو مجرد واحد كلام يجي يقوله ويسويه حتى بس يثبت نفسه أنه هي صح وكل هاي الاثباتات اللي قدمها أبونا والدراسات اللي هو تعبان بيها ودي قدمها إلك وإلك مو هدف حتى نبين أنه احنا كتابنا صح وانتو كتابكم غلط أو هي تحديات أو هي شي هي لا أبدا الفكرة هي خلاص نفسك خلاص نفسك أنت يعني رح يجي يوم يا أخي ويا أختي رح توقف أمام عرش الله ورح تكون أنت وانت مسؤولة عن دمك ولما حتقول لله أنه أنا ما أعرف بهذا الموضوع رح يقول لك الله استخدمت فلان شخص فلان شخص أبونا القناة الفادي القنوات الأخرى ده تصرخ وتقول فتحوا عينكم فاللي أريد أقوله دمك ودمج على مسؤوليتك أنت أنت اللي تسمع وانت اللي ما ده تقبل تفكر أبونا ممكن نأخذ بعض الاتصالات هذا ما يسعدني بس نفتكر النهاردة الجمعة يعني الأولوية للعابرين والعابرات يكلمون عن هذه النعمة المعلنة لهم وإزاي ينالوا هذه النعمة أو لو قالوا قبل كده اختبرتهم يبتدوا يأخذوا الميكروفون ويأوجهوا رسالة من واقع اللي اختبروه إلى النفوس عشان يدعوهم إلى نعمة ربنا ده الأولوية الأولى تانية للي عايزين يعبره بس عندهم شوية تساؤلات بجد عايزين يعرفه وإحنا بنفهم بقى اللي بجد من اللي بهذا السياح دي الفئة الثالثة بقى اللي عايزين يعطرده بنرحب بيهم بس في شرطين على كلام الحلقة المداخلات بتاعته وأيضا في حدود الأدب والأخلاء صح ماشي أمين وياني يوسف انت على الهواء مباشرة تفضل يوسف بعد تقبيل الهياد يبوني شون الصحة مرحبتين أخي يوسف أهلا بيك أخي الصباح شون الصحة أهلا بيك أخي يوسف أبونا أني أشد اليوم عن الموضوع لأن البالح هذا أقرأ صحيح البخاري شفت حديث أجيب وغريب رح أقرأ الحديث إلك وأطلب من المسلمين أن يجاوبوني عليه حديث في الرقاق حديث رقم 6474 نفس الحديث تم إعادته في كتاب الحدود حديث رقم 6807 يعني تم إعادة الحديث مرتين أعيد الرقم حتى لا وعجي طلعجي اللي لا معك شيء حديث رقم 6474 حديث رقم 6807 حدثني محمد بن أبي بكر حدثني أمر بن علي حدثني خليفة حدثني أمر بن علي حدثنا أبو حازم عن سهل ابن سعد السعدي قال النبي من توكل لي من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة يا مسلمين طلعوا جابوني وكن شاكر جدا أبونا أشكرك يا أخي يوسف رغم أنه خارجي عن الحلقة ونشترط أنه يبقى قوة الحلقة فمناقش هذا الموضوع في أيام الأربعة لأنه بنبقى فيه مفتوح شوي عن مرض شكرا جزيلا أخي يوسف ماشي أنا ممكن أضيف إشي أبونا على الحادث اللي صار أيضا بالخمس السامعان شحاته هو مفرح لنوعا ما أنه هو التقى بالحبيب وما أجمل الحبيب لما نلتقي به لأنه ماكو أحلى من الحبيب فعلا شي مفرح بس ممكن أحنا كبشر جسدنا يحزن لأن الفراق مهما يكون يحزن بس إحنا متأكدين أنه رح نلتقي به رح يجي يوم ونلتقي به بالسماء مو على أساس برنا ولا على أساس أنه إحنا زينين أو أشخاص زينين لكن على حساب نعمة المسيح وعلى حساب بر المسيح اللي أعطانا يا من خلال صليبة ودمة وشي لاخ الشي المحزن والمخوف اللي هو يقول عنه الكتاب المقدس اللي الأشياء اللي ممكن أن يقدر أن يقتل الروح والجسد معا هذا الممكن أن نحزن عليه لما يموت روحيا ولما يموت جسديا هذا الشي فعلا محزن وهذا الشي يأثر بنا أحنا شخصيا لما نعرف أنه واحد مات وهو مدى يعرف شنو حياته وشنو هو مصيره ماكو واحد ضامن حياته والشر دايزيد وكل مدى يصير الأمور كل مدى يصير الحياة كل مدى يزيد الشر أكثر وهذا الشي اللي المسيح وصاني آخر شي لما شفته لما قل لي اذهبي وأخبري لي أنه لقد حان الوقت لقد حان الوقت قبل شقد قبل السدين قبل القرون داي يقول المسيح أنه لقد حان الوقت يا ترى كيف إذا أحنا هسة بهذا القرن قرن الواحد وعشرين يعني شقد ما جي المسيح قريب شقد المسيح هو فعلا على الأبواب بس الشي المخوف والمحزن اللي اللي أنا شندا أشارك به لو إجي هسة لو صارت اللي تسمى بالإسلام يوم القيامة لو صارت يوم القيامة هسة شنو مصيرك أنت يا أخوي المسلم شنو مصيرك أنت يا أختي المسلمة أو أي ديانة كنت أي ديانة أنت كنت بيها ممكن أكو أشخاص يقولون إيه كل دين يصرخ ويقول أنا الصح وأني الصح بس هي هاي مو الحقيقة أرجع وأقول أنا ما ترك الدين إسلامي على مودة أروح أروح على دين مسيحي حتى أروح من دين دين أبدا أنا ترك الدين ترك التدين تركت حياة عيشتها روتيني يوميا لازم أصوم وأصلي وا 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 إلى آخرة فقط حتى أرضي قلب الله الجبار المهيمن اللي كان دي خوفوني من عنده بعدين يجيب عيشة حياة حياة مع المسيح المسيح اللي هي السبب اللي إجا على الأرض حتى يشوفنا يا بشر أنت تقدرون تعيشون هاي الحياة وتتمتعون بيها المسيح ما إجا حتى يسلب حياتنا أو يقول لنا عيشوا تعقدات وا 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 إلى آخره لا بل إجا حتى ينطينا الحياة إجا حتى نتمتع معا بالحياة وهذا الشي مهم صدقوني يا أخواني يا أخوتي يا خواتي لما وقفت بوقت اللي شفت الرؤية مالتي ووقفت وشفت نفسي ووصف الناس يعني أبونا شنو أقول لك لما شفت الناس واقفين ومجموعة شبيرة واقفة وحسيت أنه اليوم كان يوم قيامة يعني خلص انتهت الحياة بعد ماكو فرصة ذاك الرعب اللي ملكني يعني حسيت خلص انتهت حياتي انتهى كل هذا دا أسوي وأنا دا أدافع على دين الإسلام وأنا دا أصلي وأنا دا أسوي وأنا دا أحفظ بأسماء الله الحسنة على ما دا أحصل على بيت بالجنة ووا وا وا إلى آخره هاي كلها انتهت ترى هذا الموقف صعب ممكن إحنا مرات نحكي شي باللسان أو ممكن نقول أشياء متخذيها بسهولة الكلام سهل لكن الفعل صعب الفعل صعب جدا لما وقفت آني بهذا الموقف ولقيت نفسي أنه نهاية الدنيا وخلص بعد ماكو فرصة انتهت الفرصة بحياتي عرفت أنه آني انتهت حياتي لكن نكمل بعدين صباح شاء خاطر الناس اللي على القطوط أشكرك ويا أنا فاطمة تفضلي أخت فاطمة أنت على الهواء مباشرة آلو أهلا هايوا تفضلي أنت على الهواء دا نسمع لك أهلا على بنتي صباح أهلا بيك أخت فاطمة أهلا وسهلا سلام ونعمة عليك أدون يا مرحبتين فاطمة أهلا بيكي أرجوك يخليك إن شاء الله يطولنا في عمرك تعالي حافظ عليك يا بنتي ويخليك لنا أكستر مجهودتك لديرها بسيف أشكرك على مجهودتك لديرها الله يبرك فيك أشكرك كثيرا تعالي حيا بنتي شكرا لله ربنا يبركك وياك يا فاطمة تفضلي عندك حاجة تحب تهدخلي بيها و مش حبيت نقول أنا أبونا لينات الله يرحمه إن شاء الله وفي الجنة إن شاء الله في فردوس النعيب وأكثر شيء يقلم لي كيف لا عزل قتل لاحظا بزارة أنا تمام لاحظا بزارة لم يحملش قتل أرضينا إن شاء الله يبيهم ويعرفوا طريق المسيح إن شاء الله أمين 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 يا فاطمة ربنا يبركك أنت أتحلت مشكلة صحة الكتاب المقدس وعدم تحريفه معك كمسلمة سابقة كانوا بيشككوك في صحة الكتاب المقدس أتحلت المشكلة دي وياكي؟ لا لا أتحلت أنا لنشبش باللي محرف أنا تمام شكرا جزيلا لك يا فاطمة رحيح شكرا لك يا بنتي ويانا إيهاب انت على الهواء مباشرة تفضل يا عبد سلام المسيح معك أبونا سلام ونعمة حبيبي أعلم بيك سلام المسيح لمقدمة البرنامج أبونا أهلا وسهلا الله يبارك فيك حبيبي أعلم هنا المرة حكيت معك الأسبوع الماضي قبله وإن شاء الله أنه واحد بك أكثر تاهي حلقة عن تحريف الإنجيل صح ولا لا أبونا صح عن تحريف الإنجيل تحريف أه لا تحريف الإنجيل لا تحريف 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 التوراة توراة أه عند المسلمين في آية بتحكي إذا جاءكم فاسقكم بنبأ فتبينوا أي فمحمد جاء بنبأ يعني بعد ما المسيح الصليب الرفع وقال يا أبي كل شيء تم انتهى أيوة بالتالي إذا المسلم بتدعي أنه يعرف يؤمن بالله واحد وما سكينها علينا وكأنه كل واحدين عوج الأرض منذ بدء الخليقة ليؤمنوا أنه الله واحد أيوة فوجههم رسالة ياقوب الإصخاح 2 الآية 19 اللي بتحكي أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل تمام والشياطين أيضا تؤمن بهذه الحقيقة ولكنها ترتعد خوفا وهذا يؤكد لك أيها الإنسان الغبي إن الإيمان الذي لا ينتج عنه أعمال هو إيمان ميت تمام وإحنا رأينا أعمال محمد وأعمال المسلمين حتى الشيطان في القرآن عندهم سمح له الله يحكي إنه أنا مش مسؤول عن خطاياكم يا مسلمين لأني أخاف الله بما أنه الشيطان يخاف الله ما بقدر حتى الشيطان يدخل ليحرف كلام الله بغض النظر بالإنجيل أو بالتوراة ولكنه الشيطان يقدر يحرف كلامه هو ويدعي إنه الله طبعا أنت أبوه بيانت لهم عمد أثنين أنه الذي جاءكم بالنبأ هو فاسق في أخلاقه وبإعماله وفي كل شيء المشكلة عند المكرمين العناد مثل مع الله في الكتاب المقدس العدي القديم كان يقول للشعب اليهودي إنهم شعب عنيد ليش؟ لأنهم مرتبوا وصياه ودائماً بيبعدوا عن وصياه فبركات الله بتصير لعنات لعنات بتأصل الخطيب بقلب الإنشان وثمارها علطة من شام فتسم بالأفكار تحريف ما تحريف مجرد حج الضلال لأنه إحنا بنحكي روح الحق وروح الضلال في الإسلام بيقولوا الحق والباطل لأنه ما بيقدر يقولوا الحق والظلال لأنه في القرآن الظلال من أسماء الله أي يعني المضل يعني المسلم ما خرج من عناده راح يظلوا تحت اللعمة وإنما يعرف أبونا إنه هارون لما كان يقدم الزبيحة تكفير التكفير اللي وجدته إنها كلمة عبرانية وليست عربية كفرة تعني غطة لما كانت وشفك الدماء الدماء الزبيحة تغطي خطايا الشعب بالعهد القديم وكان يوكل تيسين وكبش ويرسلوا القرآة القرآة هي نعرف أصفريب وعلى ثياب اقترعه قرآة للرب اللي هي محرقة الزبيحة تمام يا خياب رؤيتك واضحة بس الموضوع طويل قوي راح اتدخلنا فيه وإحنا موضوع الحلقة عن عدم تحريف الكتاب المقدس مش الفداء بشكرك يا خياب لمداخلتك معانا شاهد انت على الهواء مباشرة تفضل سلام أيوة سلام ونعم يا جنب الكم الزكالية معك رمضان يا مرحبتين عزيزي الفاضل رمضان أهلا بك أنا سعيد جدا جدا ان انا سمعت صوتك مرة تانية ان اقدرت الكنالة مش ردى تدخلني مش عارف ليه ما تتهمناش يا رمضان فيش دعلي الاتهمات يا رمضان فيش دعلي الاتهمات مرحب بالوحب القديسة صباح ربنا يباها يا خياب اه جنب الكم الزكالية حظبتك انت سمعت صوتك سمعت كويس مثلا حظرتك انا طلبت لك مناظرة في... دلائل تحريف الكتاب المقدس فانت حظرتك وعبتني ان يمتى ما تتكلم في الكتاب المقدس او في دلائل تحريف الكتاب المقدس هنعمل مناظرة مع بعض ف MINA 2 20 للمرة الخمسين مش كده باش برجوك بس لا تلابدى حداك في دلائل تحريف الكتاب المقدس فهلتقبل منازرة من الجمعة الجاية انا عايز منك حلقتين بس دلائل تحريف العهد القديم ودلائل تحريف العهد الجديد وشهادات اليهود وشهادات الكنيسة وشهادات اباظ الكنيسة بتحريف الكتاب المقدس حتى شهادة المسيح نفسه فهلتقبل جناد القمس للمرة العشرين هذه المنازرة امين تكون שהرد مرة اخرى شطار يا رمضان شطار شطار في فرض رأيكم بالسيف والقوة تكونش انت عايز تعمل زي حادثة مبارح عابونا سمعان شحاتة يعني لو تطلني علشان خاطر تديني غرزة برضو النغزة بتاعتلكم دي يا ريت يا ريت ننال بركة كبيرة رمضان تسفكم من اسلوب التعالي رضع بس على اللي بيت قال انت متش قد المناظرات رضع اللي بيت قال قدامك موضوع اتقال عندك رض فيه رض خليه تفاهم لكن اتحدك الكبرياء الكبر الاسلام الاعلوم اتحدك يا عم سفكم بقى من اسلوب الخايب ده بقى خلاص ده كان اسلوب القرونة الاولى الاسلامية لا خلاص لكن انتو النهاردة لو تقو على الحوار وتنقلهم من التحدي الى الحوار يبقى يتفتح لكم باب للفاهم لكن طول ما انتو رسخين على التحدي فالتحدي فالاعلونة فالكبر فالكبرياء يبقى ما فيش امل من اللي ماشي بالطريقة ده رمضان اشير عليك انك انت تخش في موضوع حوار حوار يعني انت فاهم تفاهم انا اصلا مش موضوع هنا عشان اقنعك صراحة اطلق لان اصلا الكتاب المقدس بتاعنا بيورينا ان ما فيش انسان يقنع انسان اطلق اطلق اقتنعت لما ربنا يقنعك هتقتنع لكن لو ستين الف واحد زي زكريا بطرس يحاول يقنعك عمره ما هيقنعك مقفل لكن لما ربنا يخترق الفكر من فوق هو اللي بيفتح وينير سيبك من التحديات التسلط والتسلط سيبك من الحاجة دي افتح مخك للحوار احنا طرحنا مواضيع ليك اعتراض عليها قول واذا كان عندنا اجابة حنقولها لك عندنا شمانع لكن عمية الاقناع تأتي من الله شخصيا احنا بس بنفتح ابواب احنا بندي بس شوية ادلة لكن الاقناع يأتي من الله لا انا اقنعك ولا بسلامتك حتقدر تقنعني السلام عليكم ورمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا حبيب ويانا احمد انت على الهواء مباشرة اتفضل احمد مساء الخير اليك يا اخت العزيزة ولكل مين بسمعني وبشاهد على الجريمة اهلا وسهلا مساء الخير يا استاذ يا دكتور يا سيادة القمص يا معلم الخاص ومعلم الكرن الواحد وعشرين بس في الاب زكريا بطر الله يبركك استاذ احمد الله يبركك يا ابني اه ابونا ايو حبيبي انت حكيت كلمة اللي ما بكنع الله لا يمكن انسان يكنعه تماما ده الكتاب المقدس صح انا بدي انا بدي احكي تجربة الشخصية ايو تجربة الشخصية في الحياة انا مسلم سابق ومتشدد ومتعصب وارهابي سابق ولكل بعرف كستي وبيديش افتح كستي كمان مرة وعلى استعداد مش مرة ملايين افتحها تمام بس انا بحافظ دايما على وقت الكناء الثمين لانه ابونا صدقني قاعدين نستناها باللحظة وبالساعة وبالثانية اشكرك يا حبيبي مش عشان نسمع القناة عشان نتعلم كلام الله تمام لانه انا بداية دخل في الناس ويصارد نور المسيح علي لا بالصدفة جديد تمام كنتش لكم مستكرك يا بطرس انا زيك يا اخو يا رمضان حبيبي ايه بدي اول ما سمعته هيك بالصدفة ولا الي علاقة انا متعصب كتير يا شباب لا تفضل حبيبي ربنا وياك يا حبيبي انا ولا الي علاقة لا في المسيحية ولا بعرف عن المسيحية الا شغلتين ده مقدس محضرة وبعده ثلاث هاي ما عرفته عن المسيحية اسمعت هالاستاذ المحترم اللي كنت احكي عنه ايش تاني ولاحظوا من يوم بلشت شوي شوي على الحلقات عمر الثاني ما كانت بغلط كل ما بدي اغلط واللي احكي كلمة بشعب ايش من بوك بنزل علي بكل انت ونحمد الله ونشكره دايما دايما الله محافظ على الثاني امين امين بحلول الروح الكدس عكل انسان بدور احكي بدي اثبت كلام الكمس زكريا بطرس يا اخويا رمضان ان اذا انت ما اقتنعتاش وربنا من فوق ما اتنعكش لا انا ولا الكمس ولا حتى لا ينزل لك يسوع المسيح كمان مر على الارض بالرغم انه حي موجود بكنعكشو المنخ الحجري موجود يا باقر حبيبي انا كثبي زيك بدافع عن الاسلام عبر اتفدار بالصدفة لكي اظهر كانوا جماعة مسيحية وليس نصارى زي ما انتو بتقولوا المصارى لا حبيبي كانوا جماعة مسيحية انتهم خشوع انتهم ايمان بالصدفة الكمان مفتوحة قدامي بديش اقول لك مين كان وراي كنت مطارد اقعدت محل عجوز الجليلة ايه شو بيحكي ايه 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 من وين انت صرت زيك اعمل شرطة شامت وقابت وكيم وعط قلت انتبهت انه بتيجي الحلقة اسقيا اشمعت الكلام شوي ورحت فتحت النت وفتحت الكرآن وصرت شوي شوي اتبع وراه ع اساس اني اعرجه فكرت حالي قائد في الكوات المسلحة وانا المفت الشرعي الوداع عن الاسلام يا جماعة الخير هاد كل كلمة بحكيها صح صح يا جماعة الخير طنيب على الله من وقش شو شو هاللي صار كمان مرة وكمان مرة يوم الايام اللهون فتحت كسة مضاجعة الوداع شوي خرجت عن النص ابونا سمحنا لا تفضل انه كل واحد يحكي اه طبعا انفتح كسة موضوع مضاجعة الوداع قلت نحن لا هي جماعة الخير يعني اشرف الانبياء والمرسلين بصير معه هيك هذا الصاري ابونا هذا الخور كاعد بشوه في الدين الاسلامي لازم ارد عليه لازم اجيب له الدليل انه فيش مضاجعة الوداع طلعت كدامي الرضاعة الكبير ايه طلعت كدامي دابح الف واحد من يهود بني كورايدا ايه طلع كدامي اه جايب عجوز وشكيكها من النص وهاي مش من مش من كتب المسيحية من كتب الاسلام قلت اذا بدي اشوف كتب المسيحية شو بتحكي بل كفي عندهم خربيش زي ما في عندنا عجو صورنا نكرا بي في الكتب المسيحية يا اخوان ايش من فوق انت مش عايش على الارض احنا لازم اتيتكم بالذبح احنا عنا حب اعدائكم ايه طب يا عمي خلي عاكلنا شويش كيامي الغمامة لعائناك وحط شفافية في المقارنة وحط شفافية شو بقول اله المسيحية وشو بقول رب الاسلام طب معقول هاد رب رحوم غفور مكار في الاسلام حنون في المسيحية وديع في المسيحية جبار في الاسلام بعدين ندرس طلعت قدامنا عذاب الكبر ايه ايه طب ما احنا طول عمرنا يا المسلمين مرعوبين من ايش اسمه عذاب الكبر تمام مرعوبين من مرعوبين انه كل واحد لازم تنفق عليه عذاب الكبر بعدين كل طي بدي اشوف جنة المسيحية وجنة المسلمين اكتشفت ان جنة المسلمين كلها نسوان يا عمي وخمرة جنة المسيحية بدك تروح تكابل وجه ربك كأنك ملاك طاه الراجعة والد من جديد وطالع تكابل وجه ربك تصلي له تمام وليس وليس نسوان وعدنا النسوان وعدنا النسوان تنعه ستة واربعين ألف وحدة جنة المسيحية يجمع تخشوا طيب يا سيدي هات بجولة مننا نطلع أعمال محمد وأعمال المسيح طب هذا الزلم وديع محترم آدمي خلوق عدنا النسوان بكلك إذا نظرت لوحدة بتزن بيها في قلبك اطلعنا أشرف الأنبياء والمرسلين لكنها ماسك تتة واربعين وحدة هدول اللي الله حلال لو إياهم بالحلال غير وما ملكة عيمانكم غير اللي أخذها بالحرب يا جماعة الخير معقول هذا الاشي ربنا اللي إحنا بنعبده هيك بسويه معقول هالاشي تعالوا اتماع صورنا نفرز هاي شو بسوي ولا شغل سواها سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين اللي الله شرف على كل الأنبياء وأنب الأنبياء وأنب كل الناس ولا شغلة إيجابية سواها معقول ربنا مش شايف شو بسوي محمد ثم نشك طيب يا عمي هذا الله أطلع على السماء منا نعرف شو كسة الإسراء والمعراج لكنها خدعة كبيرة إلها أول ما لها آخر زي اللي رايعة إحنا ولاد فلسطين وبالذات ولاد رمالله منسو منسم المنطقة اللي بشكل منها الخضرة الحسبة زي الرايعة حسبة بكلك البايع كيلو البندورة بعشرة شكل لأ أنا بدي بسبعة محمد الله بنزل عليه خمسمائة ركعة في اليوم وكاعد بنزل به مش واش هو بفاصل عرف أخوك إبراهيم شو بحكي ولما قدس الكمو الزكريا بطرس أنا مش دبقى عنه أنا مقتنع فيه اسمع وباحترم وباامن لأنه فتح بصيرتي وبجوز هو شفية يوم من الأيام يكون بس شغلة منطقية وبالعكل يا حبيبي كين كل الغمامة واتطلع على الموضوع بشفافية طب يا جماعة الخير ماشي مين هي محمد ومين هي مريم العذرة أم يسوع المسيح مين أبو محمد ومين هو أبو سيدنا وربنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنك لما بحكي لك ربنا ومخلصنا يسوع المسيح بتكون هذا كافر كنت زيك أقول كافر ربنا ومخلص الرب واحد استخبر الله العظيم بسير يا عم كنت زيك والله بعرف بس حبيبي انظر لها انظر لها بشفاف انت بتعرف شو معنات ربنا ومخلصنا يسوع المسيح انت بتعرف ان المسيحية بالذات انه هن الموحدين بالله والمسلمين بالذات هن المشركين يشرك محمد بما فعل الله بالكبيرة والصغيرة حبيبي الله يرضى عليك حتى الشهادتين تظبط انه انت تكون وسيدنه محمد رسول الله لازم قال محمد قال الله ومحمد والرسول عليه الصلاة والسلام تمام بصير شبه لسه انت من ندرس لغة عربية احنا من ندرس أول وثاني خبيبي انا بجوز اطلت ع اخواني واطلت ع سيابت الكم الله يبارك فيك الله يبارك فيك الاختها حقيقية ويا با انا اذا بدي احكي بديش احكي كتير انا اعطيتك رؤوس اكلام شكرا جزيلا شكرا جزيلا يا اخي احمد الرب يباركك موضوع في الصميم اللي انت تكلمت عنه من واقع اختبارك ورؤيتك ويعني او عمنا رمضان بيقاوم ولسه في دور المقاومة لكن لو كان مخلصا لله فسوف يرشده الرب كما ارشدك اخي احمد امين ربنا يتمجد ايه ايه منو تفضل اخي ايه انت على الهوى مباشرة تفضل شكرا سيدتي احلام اريد ان اتكلمت في موضوع الحلقة وبالنسبة لي اقول قالت وقالت النصارى عيس بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون به قول الذين امروا هذا من جهة بمعنى ان المسيحية هذا الذي يعبد او تعبده المسيحين هذا يده مغلولة ليس للمسيح يدير بها يديروا به هذا العالم الله واحد احد فرض صمت هذا الذي تعبدنا هو طاغوت هو شيطان يتلبس الإنسان عندما يسلب له نفسه ويقول لعيام باسم الله وبياسم الرب وبياسم الابن والروح القدوس وبياسم كده فبال اسمع طب اسمع اخي ايوب اخي ايوب الكلام ده انت قلته بتقوله كتير قوي ورغم ان انا نبهت في اول الحلقة وقلت المداخلات للمعترضين على موضوع الحلقة فهل عندك كلام عن اللي احنا قلناه بخصوص شبهة التحريف كتاب المقدس ايه رأيك في الكلام اللي احنا قلناه ايه رأيك في الادلة اللي احنا سقلناها هل لديك اي اعتراض عن هذا الموضوع فما تخدميش لفة بقى التسليس والسلس والمسيح ابن الله والصلب والبتاع واللفلي بقى لفلي دواخين يا لامونة بقى لا اغنية التعلب فات فات وفديله السبع لفات دي كسرنا الاسطوانة بتاعت تهت ما عادش نسمع له فاتفضل يا خيوب لو كان عندك حاجة بخصوص الحلقة دية نفسها فاتفضل اتريد دنيا خلق دائما تقنع نوة لغير المجال يتكلم كيف ما يشاء طيب ايوب طالما انت طالما انت مصر على اللي انت فيه وانت شعايز تراجع نفسك فاحنا مستغنيين عن مداخلتك لانها من اسلوب التعلق فاتفات وفديله سبع لفات وهكذا مع الف سلامة اخي ايوب احنا حنصليلك مش حنكرهك ولا حنرفضك احنا بنحبك ونحب خلاص نفسك بس انت ماتش مستعد انك انت تقبل كلام سادة دودن بطين والتانية بطين برضو فاحنا حنصليلك يا رب من فضلك بالنسبة الايوب وامثاله من اللي قفلين ودنهم عن السماع لكلمة الحق فيش غير انك انت تتكلمهم من فوق من فوق مش من الودان انت تخترق العقل وتتكلم وتظهر ذاتك وجلالك يا رب عشان تعرفهم محبتك ونعمتك وخلاصك لنفسهم لا تتركهم يهلكون يا رب لا تتركهم يهلكون يا سيد لكن خلصهم بقوة نعمتك آمين آمين يا خايوب ويانا عابرة انت على الهوى مباشرة تفضلي أختي هلو هلو سلام المسيح عليكم ولك أيضا يا عابرة أشكر أشكر الله أشكر الله بنتي أهلا بيك الله الله يطيك الصحة والأمر الطويل وما يحرمنا من طلعتك راي البهية إن شاء الله ودائما تنورنا وتنور عقولنا يا ربي الله يخليك لنا يا أبونا والله يرحم الشهيد اللي مات ما أرفاني من هو القف اللي بمصر أنا أقول أهل مصر كلهم طيبين عجب صاروا دواعش مثل العراقيين اللي طبعوا هناك دواعش مثلهم يعني أنا أقول هل مصر طيبين كلهم ما عدوا ميكي سوال لم كانوا عدنا هنا بالعراق قبل وناس طيبين شون صاروا هكي إلا أنا أقول إلا الطريقة واحدة هم أخوان المسلمين هذول اللي كانشين الدين بالقوة متعصبين بالدين هم هذول اللي أخوان المسلمين والقاعدة والدواعش هذول وجهيا فدعم لا وحدة أبونا تمامي عابرة تمامي بنتي الله يرحمه أبونا واردة قلت على المعراج محمد يقول أكثر النار به النساء تمام النار النار بالمعراج اللي طب النار أكثر هالنساء يعني النساء هم هم يأجبنه وهم حقه المناطه هنيا شنو شنو عدوته ويا المرأة وما ما زالت حتى بعض المسلمين هل سعدهم تفضلي عابرة الاتصال حصل فيه حاجة فيه يا اخسارة يا طيب عابرة كلامك جميل ورائع فمن فضلك طلبينا تاني من فضلك طلبينا تاني أمين عبد الرازق من الجزائر تفضل انت على الهواء مباشرة ألو ألو عبد الرازق اي نعم تفضل انت على الهواء تفضل السلام عليكم السلام ونعمة ورحمة وبركة أهلا بيك أهلا وسهلا أبونا يا مرحبتين أخي عبد الرازق أنا كنت أود أن أعبر ولكن بعض الأفقار اختلطت في ذهني وفي فكري فضل النقطة الأولى هو أن ما حدث لسيدنا إبراهيم وما حدث لموسى أن سيدنا إبراهيم حرقوه وأن سيدنا موسى تابعه فرعون بجماعات ليقتله أيها وفتح الله له البحر بمعنى أن الرسل الرسل والأنبياء الذين أرسله سبحانه وتعالى الأرض أعذبوا في الأرض أيوة وذلك ما حدث للمسيح أيوة على أن المسيح قبض عليه وضرب وأعذب لو كان الله متجسدا فيه لكان حماه لكان حماه من العلاد أيوة الفكر المختلف هو أن محمد عندما أرسل بعد المسيح الله الله حتى لا يقبض عليه ويحدث له ما حدث للمسيح كلفه بالجهاد وبالدفاع عن نفسه وبتكوين جيوش وحتى يكمل رسالته هذا هو الاختلاط اللي وقع بيني أنا أود أن أعبر إلى المسيحية ولكن هذه النقاط بقية غامضة آمين شكرا يا أخي عبد الرازق لأدبك وأخلاقك وبتعبر عن رأيك بكل صراحة ووضوح خلينا أرد عليك حبيبي حتى لو كان الله متجسدا في المسيح كان دفعا كان أدري دفعا وحمى بهذا أخي عبد الرازق أنت بتنسى أو بتنفي حقيقة هامة وهي الهدف شوف يا ابني إن ما كانش الإنسان يعرف هدف كل تصرف بيبقى طايح طايح ماشي فهم حاجة وماشي أي كلام لكن دايما الإنسان دايما بيحدد هدفه وكذلك الله بيحدد هدفه يا ابني الله ما هواش ارتجالي الله عنده هدف من المسيح دي بتضيع شوية من عقول أحبائنا المسلمين صح وأعتقد أنها تيها قوي عنك إيه يا ابني هدف الله من وجود المسيح هو الخلاص هو الفداء هو الكفارة رسالة وفديناه بذبح عظيم مش بس لابن إبراهيم لا فداء البشرية كلها فالمسيح هو الذبح العظيم لفداء البشرية كلها فده الهدف هدف بتاع ربنا من إرساله للمسيح أنه يتمم به الفداء العظيم طب تقول لي يحميه يعني يبطل حكاية الهدف اللي هو أرسله من أجله لا يا ابن الله قادر على كل شيء والمسيح نفسه ألا لما جاي واحد يدفع عنه قاله أنت حدفع عني ته يا ابني ده أنا قدر أطلب من قابل الذي في السماوات اللاهوت يعني أن يرسل ليه 12 ربوة عشان خطر يدفع بس لا أنا جاي لهدف لأجل السرور الموضوع أمامه احتمل الخزي ومستهينا بالصليب بالعار لأجل خلاص الصليب لأول واحد فالهدف السماوي المسيح أتى ليحقق الفداء العظيم يس أما محمد فأنت بتقول أن عشان خاطر الجهاء ربنا عشان كده يعني يحميه من اللي حصل للمسيح فكلفه بالجهاد وقلت كلمة عبير الجهاد اللي هو الدفاع عن نفسه صح الدفاع عن نفسه أنا في الغلط طب يعني ربنا ما يقدرش يدفع عن محمد فقال له يا محمد أنا خايف اللي يحصل اللي حصل للمسيح يابني يحصل لك وأنا عاجز يا ابني مش قادر أنا ما قدرتش أعمل مسيح يابني فأنت بقى حبيبي شوف نفسك يعني أعمل لك جيش وهات أسلحه ودفع عن نفسك يابني أنا ما قدرش يا حبيبي دفع أنت عن نفسك يا دي الخيبة يا دي الخيبة يا بلويبة الله قادر على كل شيء قادر أن ينفس هدفه وإرادته عشان تعرف أن محمد أمن نفسه مدفوع من نفسه وبيدافع عن نفسه شكرا لك أخي عبد الرازق لهذه الأسئلة ويانا ضياء العابر أنت على الهواء مباشرة تفضل ضياء سلام المسيح حبيبنا الغالي يا مرحبتين حبيب العابر أهلا بيك ما عرفش فكرني ولا لا هو الكتر الناس الحقيقة ببقى محتاج أن أنا أفتكر تفضل حيبان دلوقتي ضياء العابر الكوردي الكوردي أهلا بيك أهلا بيك رب يباركك يا حبيبي يا مرحب أهلا بيك صراحة يا أبونا أنا ما حضرتش الكلام ولا حضرت اللايب على الفيسدوك بس حبيت أتصل وخركت من اللايب أتصل بي بس عندي نقطتين يعني عاوزك أقولك عليهم وربنا يباركك يا رب خضل حبيبي النقطة الأولى يا أبونا أنه القرآن بيشهد بنفسه أنه هو كتاب ضلالة مثل ما هو كتاب هدايا يعني بيقود بيهد به من يشاء ويظهد به من يشاء النقطة الأولى دي والنقطة تانية يا أبونا أنا بس عايز أوضح المتصل بأذب التصل ومش مستوعد الفقرة دي فقرة صابي المسيح وتجسد المسيح ظهور كلمة الله بالجسد أنا بس عايز أوصب لرسالة دي لو كان هو سمعني من أخي نستن سابق عايز أوصب لرسالة دي بشكل مختصر عايز أقول له يا أخي يا عبد الراجع لو كنتم تجوز وأبوك لسا عايش وعندك عيل في البيت لما تبقى بيك أبوك حتكون إيه حتكون ابني ولا لا لما تيجي بيتك حتكون زوج لما تشطك مواتك ولا لا لما تقابل ابنك حتكون أب ولا لا هم دول الثلاثة اشتمعوا بشخصك ولا ما اشتمعوش بشخصك حتكون في الشمس دي نفسه بتمنى أنه رسالك دي تنصل لأخي اللي كان من تنصل أبي ويعرف زي ما بهم وما بيقولهم يا عبونا الله أقرب من حبل الوريد النسيح أقرب من حبل الوريد أمين تمام عميد شكرا جزيل أني أخذ يا عبو وأشكر خدمتك وربنا يبركك ربنا يزيدك من كل نعمة شكرا لك عبيبي عميد عميد ويانا جورج انت على الهواء مباشرة تفضل سلام الرب يسوع أختي صباح سلام المسيح محمد نقبل ليادي أبونا مرحبتين عزائي الروحية للشهيد الذي نال الشهادة القديس سمعان شحاته لأنه في أحضان الرب نحن حتى روم قد رصفت الساد القديسين أبونا نحن الرب يسوع قال لا تخاف من يقتل الجسد ولكن خاف من يقتل الجسد والروح معا تمام تعزينا هي تعزي روحية من الرب يسوع أمين الإسلام هو إسلام لا يختلف الأخت اللي كانت قبلي اللي انقطع الخط مع تقول كانت تعرف أنه في مصريين إسلام وميك وكويسين بدي أقول أنه الذي يعتنق الإسلام ويدبع ما في الكتاب ستكون النتائج واحدة حتى ولو كانت كانت النار خامدة إلى وقت ولكنها سوف تشتعل بالنهاية لأن المبدأ خطأ لأن العبادة هي عبادة شيطانية الأسماء ربما تختلف ولكن الإسلام بحكم القرآن الكلثواسية صح أنا بدي أبارك لك أبونا كمان بالنسبة للدكتورة والتقدير بأخذته أبونا لأنه طبعا أنت العالم يعرفك مثل ما يقول ولا يزيد شيء ولا ينقص هدفك ما زال هو هو والرب نحن كل اللي يريده هو أن نصير في طريق الرب والرب يباركك أبونا أنا بس كان عندي اليوم على مداخلة اليوم إذا سمحت أبونا تفضل بالنسبة عندي شكرا أبونا يقول في آل عمران ثلاثة وأربع يقول نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس هاي في آل عمران بعدين في المائدة سبعة وأربعين يقول وقفين على تارهم بعيسى أبن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة بقى لمن بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه أنزل الله فيه ومن لم يحكم بمن أنزل الله فأولئك هم الفاسقون تمام بعدين في العنكبوت ستواربعين تقول إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي نزل أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد صرت عرفة غايبة طبعا عمد أكثر من ستين سنة مع الدراسة وفي أهل أهل عمران في واحدة بس أخيرة أهل عمران يقول مية واربعة وثمين يقول فأن كدبوك فقد كدب كدب رسلا من قبلك جاءوا بالبيانات والزب والكتاب المنير في أهل عمران مية واربعة وثماني وفي كتيرين عندي أبونا بس مراحل تأكيد أنا بس بدي أقول للأخوة المسلمين أخوتي أرفعوا هذا النقاب ربما هناك نقاب للنساء يوضع ولكن صدقوني للرجال خاصة النقاب ليس فقط المرأة طرى من خلال العيون العيون مفتوحة ولكن أعتقد النقاب الذي يوضع على الرجال هو على العيون والمجسد كله عاري أرجوكم أن تأخذوا هذا النقاب وتوزيلوه من عيونكم لتفتح بصيرتكم وتشهدوا للمسيح لأن المسيح نور والذي لا يأتي إلى النور فسوف يعيش في الظلم إلى الأبد وأشكرك أبونا والرب يكون معك إلى الأبد شكرا جزيلا حبيبي أشكرك ويانا البشير من موريتانيا تفضل من هالو هالو البشير من موريتانيا يا أه نبيك أيوه هذا البرنامج ما شوفش في التلفاز إلا تدخل بعض الإخوة هو موضوع الحلقة موضوع الحلقة أيوه ما أعرفش موضوع الحلقة تكلم على الإنجيل وعلى الإنجيل على التوراة أيوه أيوه بالنسبة للمسلمين التوراة الإنجيل نؤمن بالطورة ونؤمن بالإنجيل ونؤمن بالأنبياء ونؤمن بالرسل ونؤمن بكل ما سبقنا من البشارات ونؤمن بكل من آدم عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام هذا كل نؤمن نحن لا نؤمن إلا بما جاء به الكتاب المقدس بعد تحريفي بمعنى أن كل المبادئ التي ينصوا عليها فهي صحيحة إلا الاستثناء وهو الاختلاف القائم وهو دعوات المسيح عيسى بن مريم بأنه الله وروح الله هل عندما يتكون الجنين في بطن المرأة هل تكون الأروح أمره من الله وتجرع فيه الروح من أمر الله كما زرعت في بطن مريم بمعنى أن هذا لا يخوله أن يكون روح الله وبهذا يعبد ويكون إلها هذا تخرين وأن ما تعبده المسيحية هو طاقت الشيطان الراجل شكرا جزيلا يا بشير أنت مغير اسمك ومغير بلدك يعني دخلت على موريتانيا وغيرت نفسك بالبشير ولكن أنت أنت هو بتاع الجزائر اللي تكلمت قبل كده حبيبي عبد الرازق يا عبد الرازق تقول موريتانيا تقول أسبانيا تقول أي حاجة من الكلام لا صوتك وكلامك ولغتك وحياتك نفس الشيء يا البشير نحن قلنا أن نتكلم بخصوص موضوع الحلقة فأنت برضو يا شيخ عبد الرازق زي ما دخلت في الأول وبدأت تتكلم عن مواضيع أخرى فبرضو النهاردة دلوقتي بتتكلم عن مواضيع يا ابن يا حبيبي يا ابن حبيبي أنت أنت تعرف القرآن تعرفش قرآنك وَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوْحِنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَا وَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوْحِنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَا وفي انفسورة النساء يا 171 إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه مش روح زي بتاعة آدم لا لا أيدناه بروح القدس بالروح القدس روح الله افتحوا مخكم عشان تفهمه ده الرجل لسه يقول لكم دلوقتي يا عبد الرازق أخونا جورش بقولك شيلوا النقاب ياب شيلوا النقاب اللي على مخكم منقبين مخكم أي بصيرة بتبصوا بيها من المخ منقبينها بالسواد نقاب اسود عشان ما تشوفش غير رأي محمد رد على الكلام اللي احنا بنقوله رد على الكلام اللي احنا بنقوله شكرا جزيل أنا بشير ويانا أحمد انت على الهواء مباشرة تفضل أحمد يا مرحبتين أهلا بيك عندي أرقام نصوص لعهد القديم حولها لحضرتك لا 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 انت عايز تخش عشان خاطر تعترض فاتكلم على موضوع الحلقة اللي هو شبهة تحريف الكتاب المقدس والكلام اللي احنا قلناه مش بنهوي وندوي واللي يخش من المسلمين بقى يخش تاني التعلب فات فات يا عم احنا حرقنا السديدة بتاعها الاستوانة بتاعها التعلب فات فات خلاص بقى احرقوه يا عم احرقوه عندكم يا جماع فتعموا خكم وتكلموا بالمنطق احنا بنقول عن كذا ما تقول ليش وكذا يعني تصور انت داخل امتحان والامتحان بيسألك عن نظرية علمية نظرية علمية مما تتكون النواة مم بروتون النواة والبروتون والالكترون خلاق اما انت تخش تقول ليه والتاريخ يتحدث عن الهجرة النبوية يا عم بنتكلم على الظرة النبوية الظرة تركيب الظرة مش بنتكلم على الهجرة اي كلام في اي كلام يا جماعة فتحوا تعلموا اولى مبادئ التفاهم والحوار لما يتفتح موضوع ما تهربش الموضوع تاني والاستوانة اياها المشروخة صدقوني انا كسرتها ورابيتها في الزبالة من زمان اقبال ما تكسروها وتحرقوها انتم كمان شفت الراجل بتاعي من الاربع اللي فات العالم الفقيه اللي من السعودية اللي حرق كل الكتب بتاعت التراث وطلع السيديهات بتاعت التعلب فات فات طلحها وحرقها كمان شفتوه وقال لنجيبه لكم تاني شكرا يا محمد لما تبقى تتعلم التفاهم والفهم واسلوب الحوار يبقى منرحب بيك تفضل ويانا مجدونين تفضلي انتي على الهواء مباشرة مجدونين اهلا 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 مجدونين احنا نسمع تفضلي مرحبا ابونا سلامي لك وسلامي لأخت صباح الرب بارككم يا اهلا بيك مجدونين يا ابونا هو السارق لا يأتي الا ليسلق ويذبح ويهلك يعني هاي هي اثمار النبي نبي الشيطان محمد طبعا يعني شو شو بنا نتأمل منه ولا حاج يعني هاي مش اول مش اول مرة دائما هم تعودين المسيحية انهم يعني هذول القتل هاي اثماره لمحمد وبعدين بالنسبة لعبد الرزاق عبد الفقير هذا صحيح انك فقير يعني موين يجيك الرزق الله يعينك يعني انا بشفق عليك يا حبيبي المسيح محمد طيب لما نسم وين اله ليش ما انقضه هو شاطر بس اله وينزل له آيات عندما يخرب بيت الزلمة اللي متبني ياخذ ياخذ مرته وينزل له آيات بعد انقضى منها زيدا وطرة ياخي افتحوا على حالك وخنجالوا على نفسك طيب هلا انت مصيحته لكم كلكو يلي بتطلعوا فكروا استعملوا عقلكو هلا المسيح كلمة الله اللي اللي عنكو قرآنكو يحهد إله اللي المسيح ما عليش عكل حال انت اللي منش فاهمين ولا ايش الله عينكو المسيح مات من اجلنا وافتقر من اجلنا اللي قال لفعالب او كارها ولطيور السماء على شاشية اما لابن الانسان ليس له ان يسند رأسه لكنه قام قام من الموت تغلب على الموت وسحقت الشيطان اللي انتو محمد اضموا لكم خلا خلا اخو لكم الشياطين اخوتكم انتم سيتون الشياطين اخوتكم ضغ ليلة كاملة مع الشياطين حتى تغلب عليهم وصاروا مسلمين يا بختكو وانتو رفحة لكم فكروا استعملوا عقلكو كتابنا المحرف ما حرقناه وش كما حرقوا عثمان احرقوا كنتم كون زي اللي حرق شفناه اول اللي مبارح على حلقة الله في الحدث وشوفوا مين اول واحد اول واحد ورد تاني اللي بيستعمل عقله بشرق هذا التراث القذر التراث اللي جلب البلاوي على البشر احرقوه قبل ان تخرقوا في النار قبل ان تقفوا امام المسيح المسيح هو انكو كمان هو القاضي هو الحكم المبسط انكو انفيتو محمد المعثم ودود بدو تطلع منه قبل ما يدفنو تركو راه يتقلوا بعضهم حتى ياخذوا الخلاسة وشكرا ابونا الرب باركك شكرا مكدونين كلامك تقريعي شكرا ويانا وحيد انت على الهواء مباشرة تفضل سلام الرب يسوع ونعمة وبركة تكون معاك ابونا زكريا مرحبتين يا اخ وحيد اهلا بيك ومعاك ايضا اختي صباح معاك اخ وحيد تفضل بعد تقديل الايادي ابونا ربي باركك اول شي حابب ابارك لابونا سمعان باكليل الشهد واقول بالعننا احنا ان شاء الله يا رب امين اه اما بالنسبة للمسلم اللي دبحوا فانا متأكد مية بالمية انه هذا مش فرعاني حتى مع انه مسلم بس مش ممكن يكون فرعاني اكيد هذا من اكيد هذا من بناديق عمر بن عبد العاش ابونا ابونا الحبيب رمضان واحمد عبد الرحمن وكلها دولا المسلمين انا لما هريت المنزيل مرة بتذكر قلتلك ما كنت اعرف شي عن شي يا ابونا بس رب المجد المجد اسمه امين لعيوني ونور لي مخي ونور لي قلبي فهمني الحق امين امين علشان رب المجد اللي بيعلم بالغيب طبعا هو العالم من نسل هذا محوو ومين خينا من نسل الجن علشان هيك علشان هيك مش ممكن مش ممكن اه نسل الجن الرب يرضى عنه حتى ولا حتى يتلع عليه لانه مش لاله فانتن بنوم فالرب يؤدبكم وانتن كنتن نغوط فالرب لا يؤدبكم امين فانا بسراحة يا ابونا برأيي انا انه من اثمارهم تعرفونهم طبعا تمام اللي بيعملوا هدول المسلمين مش ممكن مش ممكن مش ممكن يكونوا من نسل هذا محوو اكيد من نسل الجن ساموه ساموه الرب هو اللي بيعلم لبسهم اما بالنسبة لعبد الرزاق عبد الرازق عبد الرزاق ابونا زكريا يطول لنا الرب بعمره ويحللنا بركة هيك ينور لنا مخوخنا ويكشف الشيطان وكتاب الشيطان القرآن تبعك جاوبك عن مسألك التداء بما فيه الكفاية بس حابب احكي لك كلمة واحدة يا عبد الرزاق ربي يسوع المسيح المجلة اسمه امين اقوى من القوة بنفسها طبام ليش ليش انه اقوى من القوة بنفسها مش لانه كان بإمكانه انه يجيب ملائكة زيوش ويدافوا عنه بس هذي خبت الرب منذ الازل انه يروح يمشي بإزراء علشان هيك هو اقوى من القوة مشي بإزراء على الصليب علشان يصفق دمه الطاهر علشان يفجي البشرية هذا هو اللي قوي هذا هو هذه الجرأة اما قولي عن محمدك انت وينش اللي عملها علشان الدافع عنه كيف مات مات مسموم في الجردون ومره اللي سمته تمام مات مسموم يا عبد الرزاق يا عبد الرازق مات مسموم تمام يا اخوى وحيد العابر شكرا لك ربنا يبركك هذه هي الاقول التي تفتحت على نور نعمة المسيح شكرا وحيد ويانا عابرة تفضلي ألو أهلا يا اهلا يا اهلا بك عابرة رجعت لنا تاني ان شاء الله عابونا طيب كويس عابونا يعني بالنسبة للكتاب المقدس مستحيل لتحرف لانه اول كل امثال يعني مبين الكتاب من تقرأ مبين يعني هسا يعني من اي كتاب اني ممثلة ومسرحية واعرف وعيشة ويا المؤلفين اعرف ان الكتاب المؤلف قبل ما اقرأه بس اعرف العنوان ماله اعرف الكتاب شنو اعرف المؤلف شنو شخصيته شنو هو يعني الكتاب المقدس ما خاد يقدر يحرفه ما يتحرف هو ما يتحرف تلقائيا ما يتحرف امين امين لانه هو كله يقول امثال يعني كلام من رب العالمين ما يتحرف يعني هم شبتا سمعنا الوسلمين يقولون الانجيل محرف والتوراة محرف لا قريت التوراة نصحة موجودة بالقرآن يعني ما نقوله يعني انا صف اول ابتدائي من كتاب قولهم اقولهم الشور رب العالمين يقولون صلى الله الله ما صلى على محمد ولي محمد يقولون مقابل الله يصلى على بشار يقولون هو الله اول ما يجيه هو الله صلى على محمد شنور الله هذا تشبير يصلى على بشار أنا صف سادس ابتدائي هاي الفكرة جكي بدماغي أبونا ولحد هاي اللحبة أنا أفكر بهذا التفكير ما مقتنع بي وزيدك أعلم عن المسلمين عن المسلمين أنا الكتاب المقدس كله تقريبا مراحة خلصة قريت كله تقريبا بس شنو يعني كله يش أقول لك أقول فدوا روح الرب يسوء فدوا روح الخلقته كله محبة وحب وجمال وما بي ما بي في الشي خوف مثل القرآن اللي مكتوب هم كاتبي كاتب جايب من التوراة شوية من أفكار من بنات أفكارة شوية حق من بنات أفكارة من الإنجيل جايب شوية ومسوي قرآن وأكثر شي جايب على مرامة على اللي يريد هو نسوي ونسوي نياقرآن ونخلي الناس ناس تاكل ناس هاي الناس تاكل ناس ليش على كل سبب القرآن تمام تمام ربنا يبركك عابرة أنت فنانة رائعة وذات رؤية وبصيرة ثاقبة ربنا يبركك ويانا أبو ريمون تفضل يا مساء النور يا أبونا زكريا مرحب الدكتور أبو باليمين وأختي صباح أهلا وسهلا أخي أبو ريمون ممكن تسمعني ممكن تسمعني ممكن توطي صوت التلفزيون إذ أمكن حاضر حاضر شكرا 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 تبقى تشاركنا بمعلوماتك لكن هل عندك معلومات بخصوص شبهة تحريف الكتاب المقدس اللي احنا كنا متكلم عنها لا يمكن أن يكون مالس أي تحريف تمام شكرا جزيلا محروس من السلام مش الله يبارك الله يبارك حياتك شكرا جزيلا أنا أبو ريمون كويس احنا كده أحبائي بنركز في مدخلاتنا وفي اتصالاتنا كلها على حقيقة أن الشرح اللي احنا شرحناه بخصوص عدم تحريف الكتاب المقدس لأن لو احنا حصل للمصر من هو يقتنع أن الكتاب المقدس بتاعنا مش محرف يبقى يقبل كل التعليم بتاعته صح باختصار كده يبقى مش محتاجين أن احنا نقعد ندلل التسليس وصحته بتاع لا انت بتقول الكتاب المقدس ده مش محرف طب الكتاب المقدس تكلم عن التسليس فتحاول تفهمه صح بنتكلم عن تجسد الله في المسيح عظيم سر التقوى الله ظهر في الجسد طالما تقتنعت أن الكتاب المقدس مش محرف فحاول تفهم به اللي بيقوله الكتاب المقدس أسبوع ولم تمتد ولم تمتد لها يد لتحرفها فلو اقتنع المسلم بهذا الأمر يبقى كل تعاليم الكتاب المقدس صح مش محتاجة إلى تدليل بقى بس محتاجة إلى عدلة مخك مع التعليم يعني تحاول تفهم ما يقال وتزبط نفسك على الكلام اللي فيه عايز أقول لك حاكم كلمة الله حية وفعالة ولا يمكن أن تزول على الإطلاق ولا يمكن أن تمتد لها يد لتحرفها لأن الله قادر على حفظ كلامه من أي تحريف أو تغيير له لا نصاران أنا ساهر على كلمتي لأجريها وقال كذلك إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد من كلامي لا 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 فهناك الآيات الكثيرة التي تثبت من داخل الكتاب المقدس على عدم تحريفه بس إحنا قلنا هم مش هيفهموا كلام بتاع الكتاب المقدس هم عايزين كلام من عندهم من القرآن ومن الكتب التراثية فعشان كده فتحنا الموضوع وبنتكلم عليه ولقنا أن في القرآن الآيات الخاصة بموضوع التحريف أربعة أربع آيات تكلمنا عليهم بس الآيات دي فيها أسباب التنزيل فيها أسباب التنزيل إيه أسباب التنزيل بتاع الأربع آيات هو أن كان فيه شيخ وشيخة من اليهود سقطوا فيه خطية الزمن والطوراة بتقول لازم يرجموا لكن اليهود بتقع خيبر مرضوش يرجموهم ليه ناس كبارة وخرهم على الكل فمش عايزين يرجموهم فعملوا إيه بعتوا ليهود بني قريضة قالوا لهم روحوا وقولوا لحاكم الجزيرة محمد حكمه إيه في اللي بيزنهم فلأقول لكم إنهم يجلدوا يبقى قبلوا الحكم خلاص بس نفدي الناس ذولت من الرجل ونقال لكم يرجموا سبوه بقى ومشوا فرح قعد يا رسول الله نعم قالوا له الرجل ده والست دي تزنوا تحكم عليهم بيه محمد كان نمس عفريت يعني لأنه ركبوا شطان فهو أنا عفريت عقليت شطان قالوا طب أنتو الكتاب بتاعكم بيقول عليهم ايه قالوا له يعني كتاب عندنا يعني قالوا يعني يتجلدوا ويعفى عنهم فكان فيه قعد واحد بقى نمس تاني عربي نمس بس بيعرف عبري اسمه عبدالله ابن السلام قالوا ماذا كدبين طوراة بتاعيتكم بتقولوا أن هم يرجموا حطوا الطوراة جابوا الطوراة فتحوا الطوراة فواحد من اليهود برضو عامل نفسه نمس فجيه حطت ايده على الآية اللي بتقول ان هم يرجموا وقرى اللي قبلها واللي بعدها فالنمس عبدالله بن السلام قالوا شيل ايدك يا قبل وقرى الآية ان هم يرجموا فرجمهم محمد فعشان كده محمد بيقول ان بعض من اليهود بيغيروا الكلام عن مواضعه يحطوا ديما على البتاع ويخفوها ويخفون كلام الله بالنص قال كده يخفون كلام الله بيخفين نفس القصة دي ويقوموا كلام البعض ويقوموا كلام عن مواضعه وبعدين يقول لك وفي ناس بيصدقوا ناس مجوش للنبي لكن بيصدقوا انه هو قال كلام مغاير لل لللي احنا بنقول فهم دل اللي بيغيروا في الكلام يعني تحريف عموما احنا اتكلمنا بعرض شامل عن هذه الايات الاربع وحنكمل موضوع تحريف الكتاب المقدس في الحلقات القادمة بمشيئة الرب وقد وصلنا الى نهاية الحلقة ونعتذر لكل الاحباء الذين لم نأخذ مكالماتهم عندك حاجة صباح لو سبحت في الاخن نشكر رب لاجل الحلقة نشكر رب لاجل التوضيح عن موضوع الكتاب وعن التحريف وعن الآيات أنا متأكدة البلجاي رح يكون أحسن وأحسن وثمار رح تكون باسمه رب يسوع المسيح أشكر كل شخص وكل أخ وأخذ تصلوا بينا وشاركونا وأشكر جميع أحب المشاهدين اللي شاهدونا وكانوا معنا واللي راقونا بصلواتهم وكل شيء شكرا وأشكرك بشكل خاص بونا لأجل تعب محب شكرا لمجيئك وتشريفك ويانا شكرا وربنا يعودك بكل بركة روحية أمين ممكن نتصلي ممكن يا عام طيب ياريت نرفع قلوبنا بالصلاة أحباي في الختام عشان يتمجد ربنا في نفوس الذين سمعوا بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين قدبنا شكرك يا رب لأنك أشرقت بالنور في حياة الكثيرين والكثير عاد من فضلك بنوصيك على الباقي يا رب إنك انت تشرق بنورك في حياتهم وتعرفهم طريقك لخلاص أنفسهم وينالوا حياة أبدية في اسمك يا رب تحرمش حد أبدا من النعمة حتى المقاومين والمعارضين وهؤلاء وذات كذلك يا رب بسألك تعزية لعائلة أبونا الشهيد أبونا سمعان شحاتا تعزي زوجته وأولاده وأسرته وشعبه والكنيسة كلها رب وتبدينا أن احنا أيضا يكون لنا نصيب في إكليل الشهادة في يوم من الأيام شرف كبير من استهله الشرف كنيسة 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 الشهود والشهداء واللي تمجد اسمك القدوس في حياة الكل نطلب هذا في اسم يسوع المسيح ونرجع رب بنتك صباح ويذكر عبيدك ضعفي وكل مقدم البرامج ليتمجد اسمك القدوس من خلالنا أيضا رب أرفع عليك الذين طلبوا مننا أن نصلي من أجلهم أذكر استير والعيلة للبركة نينس والعيلة للبركة ووالدها والده للشفاء وشميرون للبركة والشفاء أذكر أبي ومونير وريتشارد وبيتر ورينيه وجراند وماثيو وإيثان ومايكل وجوي وكارينا وليليان للشفاء والصحة والبركة نطلب من أجل هلأ للنجاح والتوفيق وأمين والصحر والعيلة للبركة والصحة أذكر أديشو وعمانوئيل وعائلتهم للبركة والتوفيق وتسهيل أوراق الصفر كذلك نطلب من أجل إيلين وآيفون وكارولين وعائلتهم واجوان وأنوية للشفاء والبركة والصحة أذكر بشرة لسلامة الحمل وسلامة الجنين والولادة بسلام أذكر جان للشفاء وعماد بن يمين وناهد وعماد للبركة والشفاء أذكر أنسي للشفاء من الآلام وراشيل والعيلة للبركة كذلك نطلب من أجل الساري للشفاء النفسي والجسدي والروحي والتلامس وياك وأيضا أخوات والبنات للتلامس معك نطلب من أجل السوزان للشفاء النفسي والسهام والعيلة للبركة وتريزة والعيلة للسلام والبركة البركة ورايل للشفاء وصلاح وليام شكري للشفاء من سرطان وسهام العيلة للبركة اذكر ايضا كارلو للنصيب الصالح والياس للابتعاد عن اي شر والشفاء اذكر نجلاء للتوفيق والبركة وعبلة وكرودية ورد ريقو وسميرة وسعيد والطفل فريد للتوفيق والبركة اذكر ديانا والياس ودكتورة ايلن وهدى وانطون ومي للبركة وتوفيق والسلام لكل العالم اذكر خليل حسين والعيلة للبركة نطلب من اجله من اجل بناته للنصيب الصالح اذكر ميري ووالدها والدتها للشفاء واخوها لحل المشاكل نطلب من اجل نادين للنصيب الصالح وعبودي للتوفيق في المشروع والعيلة للبركة اذكر ميري للشفاء من السرطان والعيلة للبركة وترضى كل روح شرير اذكر والدتها للشفاء من الزهايمر نطلب من اجل رامي لمعرفة طريقك واذكر ابن الرب للتوفيق والنجاح والعيلة للبركة كذلك ايضا نطلب من اجل الطفل الجوناثان لتمام الشفاء وولده والعيلة كلها اذكر علي لتمام الشفاء والعيلة للبركة نطلب من اجل امجب للبركة والشفاء سعاد وزوجها والعيلة للصحة والسلام اوصاف للشفاء والخورية زكية للصحة والبركة مارتينا الديب للشفاء ومرقص ومونيكا الديب للبركة والصحة مهرئين لتمام الشفاء اماد لحل مشاكل العمل وتدبير امور حياته كذلك نطلب من اجل مارية لتمام الشفاء من الغدة والناس للصالح ويوسف للبركة اذكر ابن الرب للشفاء والبركة وبنت المسيح وولدها لتدبر امور حياتهم وابعاد كل شر عنهم وتعطيهم البركة والصحة امين اذكر الكل في مراحبك يا سيدنا والان محبة الله الاب ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم الى اللقاء في برامج القناة اليومية وسلام الرب يشملكم امين الدين اللي بيقول ان انا تقتل لما اخرج قصاد حاكم ظالم ومجرم ومستبد وفاسد وحرامي فيه كل العبر طب ونأمن بهذا الدين ليه انت تعلم ان فيه احد المبشرين في احد القنوات فتح الموضوع ده اكثر من عشرين مرة ولا واحد منكم تفضلي تهمين ان الاظهر ما اكثر انه ما بيربتش على الذكرية معقولة ده تفضل جميع كل من المبادئ بتاعت الديمقراطية كفر بالله بعدين ما تبشي يقتل برضي ومشان كده فيه كثير من الناس بترتد عن دين الاسلام في السنوات الاخير لو زكريا بطرس عاملك عقدي نفسي قويل ده انا بقولك لو شفته اقبل ايضي اتحدى لو استطاع ان يرد على ما يقال عن الاسلام لا استاذ ما يقدر يرد ولا غيره لو ده دين الاسلامي انا خرج منه اطلاق انات اشتركوا في القناة